دوماً هم الحل فدوماً ما يكون مرشحو الديمقراطي للبرلمان العراقي والحكومات المشكلة صناع الفارق والمبادرين بالحلول وصولاً منهم إلى نظام المؤسساتية المهنية للعراق ككل كما هو في إقليم كردستان ما يعني نقل التجربة الكردستانية الواعدة إلى كل زاوية من زوايا العراق وذلك عبر الرئيس بارزاني مهندس الحوار والتوافق في العراق بعد الفين وثلاثة يوم كان الحل يأتي من أربيل دوماً إيماناً بأن بغداد وأربيل يربطهما شريان الشراكة والتأخي سيراً من الكرد على درب نضال البارزاني الخالد الذي كان رمزاً للعراقي في البصرة كما في زاخو الديمقراطي متصدر الانتخابات الماضية حزبياً على مستوى العراق جاء منافساً عبر حظوظ مستحقة لتكراره تصدره عبر مرشحي البارتي في بغداد والموصل وكربلاء المقدسة وأربيل العاصمة فضلاً عن كاركوكا وديالا وحلبشا ودهوكا والسليمانية وصلاح الدين فها هو البارتي دؤوب دوماً على إطفاء مفاهيم المهنية عبر مرشحيه وقبول الآخر وأدبيات الحوار في كل المؤسسات العراقية كيف لا؟ مراقبون يعلقون آمال العراقي على دبلوماسية الكرد الخارجية التي يديرها رئيس الإقليم نيشيرفان بارزاني ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ومعروف أن انتهاء حالات المقاطعة الخارجية العربية والغربية للعراق الجريح ما كانت إلا في عهد وزراء الخارجية والمالية هشيار زيباري ومن ثم فؤاد حسين المرشحين عن البارتي فكان البارتي وما زال كعهدته هو للعربي والكردي والمسيحي والإيزيدي والكاكائي والصابئي كما هو للشيعي والسني فالديمقراطي حين يختار يهدف إلى الحلل الحزبية وإلى إبداء الرأي للإعاز وتطبيق تجربة كردستان الواعدة في كل العراق